أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد اليوم فيديو مهم لكل محبي الرياضة تطبيق من أحلى التطبيقات اللي قدمناها على مستوى القناة من وقت ما فتحنا تطبيق صورته فوق المنتزة وكمان مش هتلاقي أي رياضة في العالم اللي وهي موجودة لو اتنين بيلعبوا بيلي هتلاقيهم موجودين عندك داخل التطبيق يعني أي رياضة ممكن تتخيلها متاحة في أي مكان في العالم هتلاقيها موجودة تطبيق فوق المنتزة خفيف وتطبيق لا يحتاج مشارل خارجي تطبيق لا يحتاج لتشغيله خدمة الفي بي إن مفيش تسجيل دخول مفيش أي خطوات أو إجراءات معقدة لتشغيل التطبيق بمجرد ما هنثبت التطبيق هتلاقي أن التطبيق هيشتغل معك والإعدادات بتاعته بسيطة ما فيهاش إلا تغيير اللغة فقط بتدخل في الإعدادات بتختار اللغة المفضلة عندك فقط وبعد كده من القايمة في الشمال هتقدر أنك أنت تختار الرياضة اللي أنت بتفضلها دي حاجة الحاجة الثانية قبل ما نتعرف على التطبيق الجديد واللي اسمه بيتكون من حرفين فقط حابب أن أنا أوضح أن التطبيق الأخير اللي تكلمني عنه كان توقف الرابط الخاص بتثبيته على Mediafire أنا اليوم جايب لك رابط جديد لو أنت بتواجه مشكلة مع التطبيق وأنا كنت نبهت على كده أو كتبت في التعليق المثبت الأرقام الجديدة من داخل دامن لودر للتطبيق ولمشغل لكن لازم في الأول لو كنت منزل أو مثبت التطبيق عندك والمشغل تحزفهم الأول وبعد كده تبدأ تنزل وتثبت الأرقام الجديدة والتطبيق والمشغل لو أول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك معي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة وياريت نضغط على اللايك ضغطك على اللايك دعم ليه وللقناة للإستمرار ولتقديم كل ما هو جديد وكل ما هو مميز ولو عندك أي سؤال اكتبوا ليه في التعليقات وإن شاء الله هنجقه بعد هنبص على التطبيق الجديد دي وجهة التطبيق وجهة مبسطة جدا في الشمال هنا هتلاقي أي رياضة أنت ممكن تتخيلها بتيجي في الشمال وتبدأ تنزل تغطار أو توقف على الرياضة اللي أنت محتاجها وبتلاقي في اليمين أو في المتصف الشاشة بيبدأ يظهر معك كل الأحداث الرياضية الخاصة بالرياضة اللي أنت اخترتها وكمان بتلاقي فيه عندك معاد وتوقيت الحدث الرياضي بالإضافة لمعلومات تانية هتلاقيها موجودة بمجرد ما بتوقف على أي حدث من الأحداث الرياضية وبتضغط أوكي وبتعد كده بتضغط أوكي مرة تانية بيبدأ يشتغل معك هنرجع باك هنرجع باك مرة تانية وهنا عندك في الشمال بتلاقي فيه عندك أول حاجة موجود الإعدادات أو الستينجز لو طلعت عند الإعدادات وضغطت أوكي هتلاقي كل اللغات متاحة عندك العربي والإنجليزي والفرنسا والأسباني والألماني كل اللغات متاحة وهو بمجرد ما بثابت التطبيق بتلاقيه على لغة الجهاز يعني لو الجهاز عندك على اللغة العربية هتلاقي أن التطبيق باللغة العربية هنبدأ نتعرف على خطوات تطبيق التطبيق من خلال تطبيق داون لودر والتطبيق الجديد لا يحتاج لمشغل خارجي بمجرد ما بثابت التطبيق تقدر تستخدمه بدون أي مشاكل هنوصل للتطبيق داون لودر نطلع في مستطيل البحث هنبدأ نكتب أربعة تمانية ستة سبعة خمسة اتنين كتب دا في مستطيل البحث أربعة تمانية ستة سبعة خمسة اتنين هنضغط على جو هنوصل لمستطيل الأزرق في مستصف الشاشة هنضغط أوكي لبداية تنزيم ملف الإبكي هل تريد تثبيت هذا التطبيق بنضغط على تثبيت تم تثبيت التطبيق هنضغط على تم هنضغط على دليت هنضغط على دليت تانية لحاث ملف الإبكي بش محتاجين الملف علشان ما يتقلش الجهاز او ياخد مساحة من الجهاز وهنا بقى التطبيق الجديد من المميز انه هتلاقيه موجود عندك من ضمن التطبيقات مش محتاج أي تطبيق من التطبيقات اللى تظهر التطبيقات المخفى يعني ولا هتحتاج سجط لود evaluate و أبس من جهاز هتدخل فيه إضافة تطبيق الى المفضله هتلاقي التطبيق الجديد موجود عندك من ضمن التطبيقات هندرغط عليه و مفت angle AM قى التطبيقات الأساسية zakon هندخل في التطبيق لأول مرة بيبدأ يشتغل معك التطبيق ويظهر معك الصفحة الرقصية بدون تسجيل دخول او انشاء حساب انت مش محتاج اي خطوات او اي اجراءات تانية بمجرد ما اتضغط على ايكونة التطبيق هيبدأ يشتغل معك وبتلاقي الوجه الرقصية وبتقدر من الشمال القايمة بالشمال انك تختار الرياضة المفضلة اللي انت محتاجها الجميل في التطبيق موضوع الشرح انك لما بتشغل اي محتوى موجود بتلاقي في اليمين بيظهر عندك زي مواضح كده في الشاشة هتلاقي فيه اكتر من دقة في اتش دي في اس دي وكمان انت تقدر انك انت تتقل ما بينهم حسب صورة الانترنت عندك وحسب جودة الصورة وارتياحك للصورة وفي الشمال هتلاقي في علامة الريتيرن او الباك او لو من الريموت ضغطت على زر الباك بيرجعك للوجهة الرقصية او الصفحة الرقصية يعني التطبيق بيدعم اكتر من جودة وبتلاقي في منتصف الشاشة علامة البلاي او الاقاف لو حابب انك انت تتوقف الفيديو او تشغله بيبقى من العلامة اللي موجودة في منتصف الشاشة تطبيق متميز انصحك خاصة انت لو محب الرياضة انك تجربه هيفرق معك كتير لان صورته ممتازة وتطبيق سهل ومبسط حرصا منا على متابعة كل الشرحات كان التطبيق الاخير في الفيديو اللي قبل الاخير كان توقف الرابط الخاص به على mediafire اليوم هنتعرف على رابط التطبيق من خلال downloader وكمان هنتعرف على مشغل من خلال تطبيق downloader من داخل مستطيل البحث هنبدأ نكتب اربعة اتنين واحد اتنين اتنين تسعة بعد كده هنضغط على go ده الرقم الخاص بالتطبيق مستطيل الازرق الخاص بتنزيل ملف الابك من داخل mediafire هتلاقيه ظهر معاك دليل على انه بيعمل لو ضغط عليه او كيه هيبتدي في خطار تنزيل ملف الابك زي مواضح كده قدامك في الشاشة طيب احنا هنوقف تنزيل ملف الابك هندغط على cancel هنرجع تاني ندخل في مستطيل البحث هنحزف الرقم ده وهنبدأ نكتب الرقم الخاص بالمشغل ستة تلاتة اتنين واحد اتنين تلاتة كتبنا في مستطيل البحث ستة تلاتة اتنين واحد اتنين تلاتة هنضغط على go ظهر عندي المستطيل الازرق وهتلاقي في حرف الام فقط هتضغط عليه او كيه هيبتدي في خطوات تنزيل ملف الابك رابط بيعمل هنقدر تcancel لان التطبيق موجود عندي وانا لسه مجربه حالا التطبيق شغال وبيعمل بامتياز ادعوك انك تجرب التطبيق موضوع الشرح اليوم هيعجبك اوي لو انت من محبي الرياضة الصورة فيه بصراحة عجبتني صورة ممتازة ولو عجبك الفيديو متنساش الضغط على اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته